برحب بيكم في فيديو جديد من كورس فيجاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بيكم في فيديو جديد من كورس فيجاس برو 15 والنهاردة هنتعرف على إزاي أقدر أعمل ريفيرس أو أخلي الفيديو يمشي عكس وهنتعرف على إزاي بتحكم في سرعة الفيديو إزاي أسرع جزء وبطأ جزء تعالوا نشوف في البداية بروح على بروشيكت ميديا وروح أعمل امبورت وليكن هختار الفيديو ده وباسحبه على التايملاين زي ما احنا شايفين ممكن اروح هنا أكبر شوية اكبروا بالشكل اللي احنا شايفينه ده أنا دلوقتي لو شغلت هخلي نكتم الصوت نرجع من الأول لو أنا شغلت بالشكل ده بلاقي الكاميرا بتلف من اليمين للشمال عايز أخليها تلف العكس كل اللي أنا بعمله كليك يمين واروح على ريفيرس واشغل الفيديو بتاعي بلاقي الفيديو عكس معي أو بدأ يلف من الشمال لليمين بالشكل اللي احنا شايفينه ده جميل يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اعكس الفيديو كنترول زد ازاي بقى بتحكم في سرعة الفيديو في اكتر من طريقة علشان تتحكم في سرعة الفيديو اول طريقة مثلا لو انت عاوز تبطى الفيديو بتضغط كنترول وتمسك الجزء الأخير أو آخر الفيديو بتلاقي ظهرت علامة اسمها تفضل ضغط على كنترول وتسحب بالشكل ده بلاقي بدأ يرسملي لاين متقطع بالشكل ده ده معناه ان هو بدأ يتحكم في سرعة الفيديو لو انا اتكبرته الفيديو هيبقى ابطأ لو انا اجي ده شغل شايفين بدأ يتحرك ابطأ ازاي تعالوا نوقف ولو انا ضغط كنترول تاني وبدأت ان انا اضمه بالشكل ده ولما باجي اشغل بلاقي الفيديو بقى اسرع معايا بالشكل ده كنترول زد علشان ارجع تاني بقى انا دلوقتي عرفت ازاي بعكس الفيديو وازاي بسرع وببطى الفيديو طب في طريقة تانية اقدر اعمل بها الموضوع ده هقولك ايوه في طريقة تانية كليك يمين على الفيديو بتاعك وكليك يمين بروح على insert or remove envelope وبعدك بروح على velocity بتعمل لي على طول لونه اخدر بالشكل ده الفيديو لو انا رفعته لفوق انا بتحكم في سرعة الفيديو دلوقتي انا لو ضغطت بالشكل ده بلاقي الفيديو بتاعي بقى سريع لو انا نزلته لتحت بالشكل ده ببطى الفيديو بتاعي لو انا نزلته بقى لتحت خالص بالشكل ده بيعمل لي reverse او بيعكس لي الفيديو ركزه معايا في النقطة دي Ctrl Z لو انا رفعته لفوق بيبدأ يزود معايا سرعة الفيديو لو انا نزلته لتحت بيبدأ يبطى معايا سرعة الفيديو لو انا نزلته لتحت خالص بيعكس لي الفيديو شايفين بصوا الاول مشت واخر مشت لو انا نزلته لتحت خالص بيعكس لي الفيديو او الفيديو هيعمل reverse طب بينفع في ايه بقى كمان بينفع ان انا لو ضغطت double click في النقطة دي بقدر اعمل keyframe اقدر اعمل واحدة جنبها كمان وهنا اقدر اعمل keyframe double click وهنا double click ميزة الكيفريم انك دلوقتي حابب المشهد ده يمشي بسرعته وده بسرعته حابب ترفع اللي في النقطة ده بحيس يبقى سرعته اسرع فلازم تعمل اتنين keyframe واحدة تبقى للسرعة وواحدة علشان تسبت المشهد انما لو انا رفعت دي هتلاقي كل المشهد بيترفع معاك او حييجي المشهد بكيرف فالسرعة مش هتبقى مصبوطة طيب تعالوا نرجع بقى ونشغل تاني بلاقي الفيديو بيشتغل بالشكل ده وبعد كده بيبقى اسرع بالمنظر ده بعد كده بيرجع لسرعته العادية جميل طب فيه طريقة تانية ممكن اعمل بيها برضو الموضوع ده وعشان تلغيها بتروح على نفس الخيار وتشيل علامة اللي تشيك من عليه او علامة الصح من عليه طب جميل طب فيه طريقة تانية علشان برضو تبطق وتسرع الفيديو الطريقة العادية خالص انك بتحدد الفيديو وتعمل split وهنا مثلا بتعمل split وهنا بتتحكم فيه سرعة الفيديو الواحده يعني مثلا دلوقتي لو انا عملت انفلوب وروحت على velocity ورفعته بالشكل ده وروحت هنا على velocity تاني ونزلته بالشكل ده علشان يكون ابطق معايا وده نفس الوضع خليته بشكل ابطق انك بتقسم بقى الفيديو عبارة عن مقاطع كل فيديو الواحده وبتبدأ انك تشتغل عليه دلوقتي بقى ابطق بعد كده بقى اسرع وبعد كده هيبقى ابطق تاني وفي مجموعة خيارات اللي هم انا وقفت على اللاين الاخضر ده click mean ده بيديك smooth او بيديك effect على الحركة نفسه ممكن تعمل hold ممكن تعمل sharp fade smooth fade slow fade fast fade linear fade لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يارب بتكون الفكرة واضحة وسهلة واستنوني في درس جديد ان شاء الله كان معاكم مصطفى مكرم سبحانه الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك